في كل زاوية من زاوية أبيجون وفي كل مكان تقابلك هذه الصور كرة القدم في كوديفوار لها مكانة خاصة نقص المنشآت والملاعب لم يقف أبدا عائقا أمام المئات إن لم نقل الآلاف من الإفواريين لممارسة هذه الرياضة بغض النظر عن المكان والزمان لا يهم أين تمارس هذه اللعبة في الشوارع أمام السيارات والمرة أو حتى الأرضيات الصلبة في وضح النهار تحت أشعة الشمس الحارقة أو حتى على الأرضيات الرملية المهم مداعبة الكرة داخل هذا الملعب المجاور لنهر لكين تتجلى قصة شاب إفواري يدعى إسماعيل سوميلا شاب طموح يحمل حلما كبيرا في عالم كرة القدم ويتابع طريقه نحو تحقيق تلك الطموحات المشروعة إسمي إسماعيل سوميلا 16 سنة ألعب في أكاديمية فاريق بيافرون أحلم أن أصبح لاعبا كبيرا أحببت كرة القدم منذ الصغر وبدأت ممارستها في سن العاشرة إسماعيل سوميلا ليس كغيره من أقرانه فهو يعشق ناديا لا يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم ولاعبا ماليا لا يصنف في خانة النجوم أحب نادي توتنهام منذ أن كنت صغيرا لاعب مفضل هو المال بيسومة الذي ينشط في توتنهام لست مثله فهو لاعب محترف لكني سأعمل لأصبح مثله أو أحسن منه أريد أن أحمل قميص كوديفوار وأن ألعب الكان وأتوج بها هذا كل ما أريده رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة إسماعيل سوميلا مثال للشاب الإفوري العاشق لكرة القدم والحالم بتحقيق مسيرة كروية في كبرى النوادي العالمية هو لاعب موهوب يحضر دائما للتدريبات في الوقت المحدد هو لاعب يستحق المتابعة إذا وصل على هذا المستوى واستمع إلى نصائح المدربين فالأكيد أنه سيذهب بعيدا في مسيرته الكروية أسماء عديدة ونجوم صنعت الأفراح كانت بدايتها من الشوارع لتشق طريقها بعد ذلك نحو المجد والإنجازات كرة القدم في كوديفوار ليست مجرد رياضة أو هواية تمارس في الشوارع والأزق بل هي الأكسجين الذي يتنفسه شعب عشقه للساحرة المستديرة ليس له حدود كاريم بالعربي قناة الجزائر الدولية من مدينة أبيجون كوديفوار اشتركوا في القناة